السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحثكم شباب أهلا اسمنا بكم موضوع من القناة منصف بي بليد طبعا اليوم فكون عندنا نزال بين فارس الضرام ضد مصار المجال طبعا يا جماعة الخير انا من قبل افتح القناة قناة بي بليد العام منوعة الاسم السابق كنا انا رضي الحمان بتسميها منصف بي بليد بعد فترة من يعني غير من الاسم كده افتر مرة فبدأنا واجينا من غير الاسم يقول لي مايجسي دائم سم تسعين يوم وشيزي كده فأحمد الله خاص عدت تسعين يوم احنا بدأنا من يوم بدلت الجاز الصيفية والنحان خاص خلص في الجازة ويعني بس خلصت الجازة خاص قرر نديك تغيب على الاسم فسميت مصف بي بليد فمعنى مصف بي بليد يعني محوش البي بليد فهذا حكونا اسمكم يا جيش محوش البي بليد او صوت البي بليد فانت تختارون او صوت البي بليد فاسم القناة مصف بي بليد خاصة اصلا بقول لكم من قبل ننزل المقطع الحام الجدد فخلاص هادي مقدمتنا ثلاثة بلا المقناة بي بليد او مقناة مصف بي بليد فانت تختارون مقناة مصف بليد فانت تختارون فانت تختارون فانت تختارون فانت تختارون لا تختارون يقولون انه موجود أستيبوا بألف على الطائرة أولا أستيبوا بأثنية مدمر فاكتبونه في كومنتات لأنه قراركم سيكون قرار مفصلي وأنه واحد منه يعني يهذا يهذا ثلاثة ثلاثة أنا غيرت كوردة والخيط حقية زير جي حطرت هذه حقية الثنية مدمر حقية الثنية ثلاثة 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 نغير ليد الشباب لأنه مراضي نأخذ يد الثروجي لماذا توقع لماذا توقع نزال العثاء شباب شباب نشتري يد الحصان الصوري هي السحب فاهمينها هذيك الثروجة كانت عندي بس أن الخيط راح فرميته 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 ثلاثة خيط اذا المحفوظ ببلته لاتنظر الكع siento بكثير من بيبات البرس اشياء اشوف كذا ماذا ليس 0G اقصد بيبات البرس وهو بيبات البرس من بلغ فيه يعني ستين ريال اتابعت بيبات البرس فيلو حديدة واحدة احنا اجيب لنا واحد بيبات البرس ودقيقة انا اجيب لكم بلبلين هذا واحد بيبات البرس نجد لكم هذا ونجد لكم هذا فاشوفوا حديدة واحدة يعني هو وصل الغلع يكون في الحديدة فاني عندكم حديدة واحدة تقارنوها بحديدة قد كده يعني قول هذه مثلا اذا مروا يعني انا ما عف الكيلو بس قول هذه مثلا وزنها واحد كيلو هذه ما يجي ربع وزنها يا اخي طب ليه يعني ستين ريالة مبالغ فيه حتى التوب ليد يعني التوب ليد اتقل من هذه وباربعين ريالة فهذا يعني مفروض تكون شيء كده على خمس وعشرين اذا انا مر غلطان وكده انا انا ما عف احسب اربعين حدك اخي ومع يد كمان يعني نيو بوي مسوين شيء سطوري يعني محطنا بلد باربعين بس مشكلاته انه مواصلي يعني حديدة وكل حاجة نفس الشكل نفس اللير بس الدسك اللي غيروه ما عندكم كانية تجيبوا دسك اصلي ايش فشوفوا عندكم حديدتين وبكم شباب بستين هذي حديدة واحدة وبالاستيكتين يعني حتى بستين حتى اليد يا شباب فهم اليد هذيك حق هذي يد البيبط الباب وهذا اليد هي حق يد البيبط الباب يعني في ضفق في اليد يا شباب والله ما يستيب كده يعني البيبط الباب انه سعر مبالغ فيه جدا شباب يعني شوفوا هذى هذي شرنات تاتريات وحديدة تقيلة وكبيرة وكل حاجة وبثلاثة ريال سعودي بس هذي بستين ريال وحطط لي حديدة أصغر من هذي ففرقوا واضح فطولنا عليكم فلسفة زيادة شباب يعني استحملونا بس ما غبونا خصو بالله لان انا توقعت من البيبط الباب من يوم ما ينزل وما رايح كده غالي بس والله افاجئة صراحة السعر كثير يعني مره كثير في اليابان رخيص طير حتى في الاردنة توقع بثمانين وكان اغلى كان بمية ومدر كام فورله سعان بالغ فيها بره توقع واحد واحد والله هذي عور طبعان واحد حب استخدم المطول المطول كم؟ اتوقع السمين اتوقع السمين درسان 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 اتوقع السمين ما تقصد منه في الاردنة قائمة درسان اللعنف او من يتبه اشترك . فهذا سيكون اخر مقطع اضافي يعني حسين بس مقاطع تسيف الصباح وبشكل يومي واذا اذا كان عليّ ضغط في الدراجة اذا كان عليّ ضغط اذا كان عليّ ضغط سيكون مقطع كل يوم يعني يوم مقطع يوم ما ننزل فما عليّ شباب يعني هو ذا القرار اللي وصراح كان جدا صعب عليّ انا بنزل لكم كل يوم مقطعين وشيح المقاطع بدأت تخلص فهذا ما اشتري بلاب له كذا فعشان كذا وما فقلنا نعيد لكم يعني سوي لكم مقاطع مكررة اكتبونا في كومتات عادي انا مدينة كمان سوي لكم فيا الله شوفوا انا قادلوا على الحال لشباب كان منو خلص المقطع نقطع الحصان مدينة كمسابت المهم يعني بنا نعبلك كمان كرة ثلاث جولات جولتين ونقلت نقطة الفارض الله أخليهم قولنا نتيجة ثلاثة تعادلت فانعبلك ولما تستيجة خمسة عارف يا شباب انو بي بلد قديم بس انا بصول لكم مقطع صباحي يبقل بس مقطع مساري راح يكون بي بلد فارق حجدير نرضو جميع الطرف ففاز الحصان ففاز الحصان جربة وقبل اللي اختم بقول لكم الكلام اللي اكترك مو قبل شوية اللي هو كل يوم مقطع او يوم اغا يوم وكذا انا نحن نصول لكم مقاطع وقبل كف سبوع من اول يوم في الدراسة يوميا لكم مقطع انا بشوف جدو اللي عارف الدراسة وكيف يعني كيف الوضع فممكن ترى نصير يوم اغا يوم مقطع يعني ممكن بي بلد او ينزل كل احد وسلوث خميس انا نزل كل اثنين اربوع و جمعة عشان تصير كل يوم عندكم مقطع بي بلد احمل تيوب ويوم السد او غا مدري بس ممكن كوان اغا يوم مقاطع في سبوع وكذا فبس هاتك كل عندنا لاسونا ملاك وسبسكرايب وشير واكتبونا فيكم تاتفاك وفي نزال يوم وصلنا الختام سلام